حاملاً آمال وأحلام الشعب الإنجليزي على عاتقه يستهل المنتخب الأول مشواره في بطولة يورو 2024 بمواجهة قوية أمام صربيا ضمن المجموعة الثالثة وبقيادة جارث ساوثغيت يسعى المنتخب الإنجليزي إلى الحصول على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة ويأمل في أن تكون النسخة السابعة نهاية لانتظار طويل للفوز بلقب أمم أوروبا خاصة أن فريق الأسود الثلاثة لم يسبق له أن فاز بها منذ انطلاق البطولة عام 1960 ويأتي على رأس قائمة النجوم في المنتخب الإنجليزي القائد هاريكين هداف بايرن ميونيخ والذي توج بلقب هداف الدوري الموسم الماضي إلى جانب جود بلينجهام لعب وسط ريال مدريد والذي حقق مع فريقه لقباي الليجا ودور أبطال أوروبا وتبرز عدة أسماء أخرى مثل ديكلان رايس لاعب وسط أرسنل وزميله بوكايو ساكا إلى جانب كول بالمر مفاجأة الدور الإنجليزي مع تشيلسي وأسماء تشابه أخرى مثل أنتوني جوردون مهاجم نيو كاسل وكوبي ماينو لاعب وسط منشستر يونيتد على الجانب الآخر يدخل منتخب سيربيا المباراة وهو يدرك أنه الطرف غير المرشح للفوز بها لكنه سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية قد تمنحه شيئا ما في نهاية دور المجموعات في ظل إمكانية تأهله كواحد من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالثة في مجموعتها على أقل تقدير وبقيادة النجم السابق للكرة اليوغزلافية دراجان ستويكوفيتش سيحاول المنتخب الصربي تقديم أداء مغاير لما كانت عليه الأمور في نسخة عام 2022 بكأس العالم حينما خرج الفريق من الدور الأول في مجموعة انضمت إلى جانبه البرازيل وسويسرا والكاميرون ويعتمد ستويكوفيتش على مجموعة من الأسماء مثل المهاجم دوسان فلوهوفيتش لاعبي يوفينتوس الإيطالي والمخضرم دوسان تاديتش نجمي فناربخش التركي الحالي ونجمي آيكس وساوث هامبتن السابق والمهاجم ألكساندر ميتروفيتش هدى في الهلال السعودي